موسيقى حال موعدكم وشاهدينا مع نيتشر واليوم مع مارك بنا نحكي عن موضوع الموبي دات صباح الخير مارك هاي كيفك اليوم؟ تمام شو منستعمل محل الموبي دات؟ مية بالمية يعني الالترنتيف صح لك شو بس انا عمل هيك الانترنتيكشن زخطورة عن الموضوع انا بعمل بذكروني هون الموضوع بالموضوع على الريسايكلينج يعني كنا نعمل حلقات وفيديوز واخبار كرميل كل شي اسم وريسايكلينج كنا عالم ما تاخد ريسايكلينج أو سيريو هلأ ما فيك الخير عند الناس هني عم بيعملوا اعادة التدوير وبيجعوا بيستعمل خبرية كذا مرة وهيك فزات الشي بالموبي دات لما كنا نقول انه استعمال موبي دات كيف ما كان كرميل اوقات فينا نعمل اشياء محلون ما كان حدا يسمع هلأ لأنه اسعار موبي دات كتير كتير غالية الناس مشبورة تنبش على الالترنتف سبعون وان شاء الله مش انه احنا مش مبسوطين بالوضع الاقتصادي ولا شي بس ان شاء الله الشي اللي عم نقطع فيه يخلي هالاشي اللي هلأ عم نتعلمها بالزراعة وهيك يضلوا عنا وما ننساهم الأول ما نطلع من الأزمة هيدا أهم الشغل يعني فاللي رح اعمل له هو الساف انه الفكرة انه في كتير منا اول ما يجي مصلا مرض على فتور دي حيالة شي عندهم من جاردينيا او شتل او هايك ده غالية شو بدي رش وبنجرب نحنا نتعلم وهو هيك معوادين لان مية بالمية وبنجرب نتعلم شو الاشياء اللي يجب نعملها قبل قبل بكتير قبل ما ننصر على الرش هيدا الفكرة فرح بلج اول شي بصورة سبنا حكين كتير عنا بنيتشر مشنك رح اعملها بسرعة يلي هي الكروب روتيشن يعني دايما قسمو ازا عندكم ارض صغيرة عشرين وثلاثين متر ومية متر قسموها لمربعات ما تزرعه ولا مرة زيت الشيء زيت المطرح لانه مع الوقت ازا دلائنا نزرع خاس بمطرح الخاس وملفوف مطرح ملفوف بنادورة مطرح بنادورة بصير في عنا الامرات تبع التربل بتتعود عليهم سي بدنا نقدر نرش فالكروب روتيشن كتير مهمة دي جانا عملها اثنين فينا نشتري كتاب اسمه حو قدامكم او نطلع على الانترنت عليه كاروت سلف طوميتوز بعلمنا شو النباتات اللي بتحب تعيش حد بعدها وبعلمنا شو النباتات يلي هني فيه يكونوا بياج مية بمية رح فارجي مثل مثلا بعلمنا انه اذا انا عندي كتير من في ازرع كابوسين لانه هاي دي كابوسين بحبوها كتير من سو بيجوا عليها هيك ما بقى بيجوا عبنا دوريتي وهي الاشياء طب هولي اللي على الورقة هلقا عم نشوف شو شو شنا والفيون سو ساعتا انا بيجي المن على الكابوسين يعني انا زرعتها كابياج اوكي وشو منعمل بالكابوسين بقصة للورقة وبحرقة او كبة وهيك ما برش الاشياء التانية اوكي سو بكون اذا بديك وديتن للمنيت على هيدا المطرح اوكي مثل هولي التابلويت في كتير على الانترنت يعني فينا اذا انا انترست مثلا بالجزر او بالخيار او بالمسلا الملفوفة او واتفر بنطلع شو هنو نباتات اللي بيحبوا يعيشوا حدا مثل هيدا الرسمة سو مسلا نبين هوني عنا انو البنادورة مثلا بحب يعيش حد الحبا الجزر مثلا بحب يعيش حد شو ومنعمل نحن بنزرعهم حد بعضهم بهيدا الطريقة ستيفاني هولي اسمهم اه اه هيدا طريقة كتير مهمة يلي بالعربي اذا حدر بحب نبش بهمني هيدا النبتة شو بزرع حدها او شو ما بزرع حدها لما اضطرش هيدا الاشياء كمانا كتير مهمة نتعلمها رح عاتي امثال على الموضوع مثلا هون نحنا هنفرج كمانا بنادورة عم تنضرب حشرات مثل التوتا ابسولوتا وهالاشياء كلها فهون مثلا فرجيك شغلة علامتها بلبنان كنا ببرما كالشر الفار التوتا كل اللي عندهم بنادورة ليك كيف بيصير عندهم بنادورة بهايدا المزرع شو عم يعملو بيعملوها مثل بياج بحطو ضوء ازرع وبتشوف في قد يجي كميات منها لهيدا الدبانة وبيعلقوا هون وبيموتوا وهيك ما بروحوا بيعقصوا عن البنادورات يعني هيدا كلها طرق نعملها قبل ما نحنا نروح على الرش وحاليا اذا تذكر السف بكل حلقاتنا اجينا كتير عالم خبرونا انه الكراز او المشموش او دراء عم بتسويس وخبرناهم عن هيدا الدبانة اللي عم تجي الاسمى سيراتيتس كمانا قلنا انه وما رحل اقع فصلها بس تمانا اضطر نرش في كتير من البياج اللي فيها نعملوهم مثل هالبياج اللي عم نحكي عنه هلأ وهولي كمانا كلهم طرق مشان نحنا شو ما نحط بالقنينة بهيدا القنينة عادة عادة بالدولة كانوا يفرقوا فرورمونز اللي هي اذا بدك الحشرة بتفكر انه هيدا الدكرة او الانسة وبتجي لهون اتركتد لقلة بس نحنا لانه هول كمان هلا ما عم بيكونوا موجودين من المكان سو عم بحطوا جو مع سكر او قط يعني اللي انه بحبوهم كتير الحشرات هالشياس وبيجوا عليهم بيعلاقوا والدبانات كتير منهم بينزلوا بس ما بيعفوا يرجعوا طلعوا طلوع من الانينة سو هاكي كمان بيكونوا بيجي وبعدنا بيكونوا جوة سو قد ما فينا عم نشدد على البريفنشن يعني نحنا كيف قد ما منقدر قد ما منقدر نخفف بطريقة بيئية مية بالمية سو رح كامل كمان اللي نعطيهن طرق تانين عن الفخوخ اللي بتنعمل وهيكي مثلا هدي منا مثبتة على الميان بس انه مهم نقوله في كتير ناس عندهم بزاق عريان والبزاق وبعدنا نحنا فينا اكيد نكبهم من دون معن رش بحبوا يسكروا صح مية بني الالرش الالرش عوقات منه منيح تقول شغلة كمان كتير مهمة انا دايما بقول لما تلاقوا نمل او كوكسينال جمالا بيكون في من بورت بونار هلا هي بورت بونار وهي حشرة كتير مهمة بالجردان لأنه الكوكسينال بتاكو كتير من بس مش بس بس يحفظوا هالصورة رحطها هلا هيدا الدود اللي عم نحطها فوق هي اللارف تبع الكوكسينال يعني هيدا نوع من دودة بدأ تتحول للكوكسينال للكوكسينال اوك نحنا إذا قتلناها هيدا بتاكل ستين مرة أكتر من الكوكسينال فلما نرش منكون عم نقتل الحشرات مظبوطة دارة مثل المن بس عم نقتل الحشرات المنيحة كمان مثل هولي يعني بتاكل المن مية بمية سو كمان مشان هيك نحنا عم نحكي انو مالزم نرش كيف مكان هلا بره وبكتير مطاريح تانين رح فارجي شو بيناعملوا بعد في لبنان ممنوعة نبايع كتير بس نحنا فينا نحضرون الكلمة اللي عمنا بشباهية بيران دو فوجير يس أو بيران دو فوجير أو دو برال أو حتى يعني في عنا دورتي هيدا رح فصر شو هنه وهو اللي فيهم كتير يعملون في لبنان ألترنترز هلا قبل ما يخلصوا هاتنا رح قول شوي شو هنه وبعدين كل حدا بيقدر يستعملون سو حاليا إذا أنا عندي أمراض أول شغلة كتير كتير ضرورة سوف أعرف شو هو المرض يعني أوقات المرض هو فيزيولوجيك يعني كتير سقعة أو كتير شوب أو نزل برد سو هيدا ما إلعاز رش أوقات المرض بكتيريا أو فيروس سو كمان ما بيقدر رش حياة لشي أوقات المرض فيكون فطرة أو حشرات أنا إذا كان عندي مثلا من ما بيجي بدوى للفطر وبرشه مصبور سو كتير مهم أعرف شو هنه وتانيا لازم أعرف أنه حتى لو كان ناتيرال يعني إذا أنا هلأ رح أقاتي ممتال عن الموضوع إذا أنا رشت شي ناتيرال بس كمان بالوقت الغلط يعني وقتها في كتير شوب بقدر أقز النبتة إذا رشت وفي كتير هوا بحرقه رائع صح زدت الدوز كتير بنعمل شي اسمه فيتوتوكسيسيتي كمان بحرقه بقتل وكل هالأشياء فكتير كتير مهم ننتبه على الأشياء كلنا نحن وعم نرش لو كانت الأشياء طبيعية ونعرف أنه إذا عنده شوية أو هيك مش مضطر رش يعني من رش إذا بدنا إذا السفحة للمرض مشتروا رش أنا إذا فيه شوية وأهم مشاغلة دايما نعمل بريفنشن يعني أنا دايما بقول المشكل مشكلتنا مع الأشخاص اللي عندهم كتير جنينات خاصة بالجبل بيتركوا جنينا وهلأ بيطلعوا بماء وبالت شو بدون يعملوا العلاج بس العلاج كاللزم تتعاملوه بشهر 11 بشهر 12 بشهر 2 مش آخر ديئة 100% خلينا نقول شو هنه الأشياء فينا رش محل مبيدات الأشهر شي والهينين سو في عنا الفجار الفجار عنا كمان بس نقول أهيان يعني عنا الطوم عنا الحر عنا أهولة كتير مهمين عنا حتى الدخان أول نيكوتير خبرنا شوي شو شو لازم نعمل فيه رح فرجي هلأ مثل ببلانت ونفرجي الصور ونفرجي إشياء تاني أول شي رح أحكي عنه هو الحراء أو القرس إذا منتبهى بالصورة اللي بسين كفوف لأنه هيدا فيها بوال بعقصنا نحنا مازم ندع فيها جمالا فينا نجيب كيلو من الورق طبع الحراء يلي هيدا بتطلع ما كان حرام نقتلع وعندها الاستعمالات منحط كيلو من الورق لعشرة لتر من الماء شو متلع من الفرجة ننقاهم ننقاهم ومنخمرهم ومنسكر ومنتركها بين عشرة لعشرين نهار بقلبها ريحتها كتير بشعة لازم يعرفوا ما يحطوها مطرح قريب كتير بالبيت من بعد ما نخلص تتصفى سو بيطلع هيدا الزوم الأخضر ومنضب هيدا منرش فيه ايه ما برش دائريكت لي برجع كمان مش بنسئل فينا طريقتين بدي أعمله دليوشن يعني برجع بحط بنزيد ماي ايه عشر مرات يعني اذا أنا كان عندي مثلا عشرة ميلي بدي حط مئة ميلي ماي فهلأ شو بعمل أو بص الأرد لأنه هو كتير غنى بالنيتروجن والأزوت أو في رش على الورق بيقتل المن وأمراض الحشرات كمان سو هيدا شي كتير طبيعي بيناعمل هيدا الطريقة هي التخمير لفترة طويرة اسمها البران متل ما كنت عم بحكي هون عم فرجي كيف تنعمل على إشاء الأكبر هيدا نبتة تانية اسمها البرال أو بالعربي قطع وصل أو زنب الخيل كمان عم نفرجي كيف تكون مكتوب بيران دوبرال متل ما هي موجودة سو هيدا بيستعمل أكتر للأمراض الفطرية ونحنا كمان فيها نحضرها بذات الطريقة بلبنان بالبيت بذات ما حكيت أنا أكيد قبل هلأ فيها نعمل خلطات ستيفاني طوم يعني أكيد كنت عم بتقول وكمانا الحر يس ومسلا الحر فيه خلطات بتنعمل في كتير منهم على الإنترنت مثلا ثلاث حص من الطوم منحط معهم 100 جرام من الحر ومنحط معهم مثلا كمانا أوقات حليب لأن الحليب هو يعني يعني بخلي هالدوء يعلق على الورقة لأنه نحنا لما لازم نرش بدنا يعلق كمانا ومنرش عليهم فيهم ينفعوا أمراض الفطرية وفيهم ينفعوا أمراض الحشرات هولا كمانا أشياء أدي الكانتتيات اللي لازم نحطون مارك شو هنه أدي حر ايه 100 جرام من الحر مع 3 حصتوم لليتر ماي اكيد أد ما فينا ساعتها منكون نحنا فارمين الحر منخلطها كتير منيح كرميل يعني ينخلط منيح وبعدين أكيد منبقى منرشها على النباتات هولا أشياء بعد في كتير يعني مثلا هلأ في دراسات على لما منأكل الغريفون العادية البذر تبع الغريفون كمانا فيكون بيستيسايد سوفينا نجمعون في عنا كتير الأسانشل أويلز كمانا بينرشوا إن كان أوقات أشياء بتباعد الحشرات بالرويح مثل أكليل الجبل مثل اللافندر في منهم ببعضه وفي أشياء بتقتل يعني في فرق بين الربلنت أو انساكتيفوجيا اللي ببعضه وفي اللي بتقتل مثلا أوقات مثل الزعتر مثل الأكاليبتوس كمانا في نستعمل نحن نستعمل الأسانشل أويل لهذه الأشياء كلها بيرجع كنت عم بخبرك عن أنه في مروحة كتير كبيرة من النباتات كمانا في ننبش عليهم كمانا نرش فيهم أهم شيء ننتبه على كل شيء حكيته قبل يلي هو أنه ننتبه أنه منرش على الظهر منرش وقت يكون فيه هواء ودايما نجرب يعني أنا بقول أوقات يمكن عملنا المقادير غلط يمكن كل هيدا فنجرب على نبتة قبل أن نرش على كل شيء هذا كمانا شغلة كتير مهمة نستعمل فينا نضر النباتات أو إيت مئة بمئة إذا الكميات مش مضبوطة صح بعدين في عنا كمانا شغلة كتير مهمة هل يمكن يحضرنا ناس عندهم بستين كبيرة نعم أكيد ما بيقدروا يعملون نحن نحكي عنهم يعني مثلا تخيل لأداء بنت تجيب توم أو تجيب تتعواصل اللي ترش بستين بكامله الأشخاص اللي عم بيحكوا على شيء كتير كبير في مطارح معين مضطرين يبقى يرشوا بس هون أنا معا كتير يعملوا بروغرام ويشتغلوا كتير على الوقاية ويستعملوا الأشياء اللي هي مسموحة حتى بالأورغانيك واللي بعدها أسعارها على وقت أبرداب مثل الجنسارة والكابريت يلي هولي أكيد أشياء كتير مهمة إذا نحنا عملناهم يعني الكتير بخف إدي عنا أمراض نعم شغلة كمان مهمة هو أنه نحنا عنا معاملات زراعية بسيطة أنا ما بعرف سيفانية بعد أنا وقت لنقدر نقول خمس دعية مارك رح قد ما فيه أعطي منهم واحدة منهم هي النظافة بالبستين يعني أنا مثلا إذا عندي بستين وبعرف أنه كل سنة فيه لنقول تبقع أو كل سنة فيه أمراض معينة مثل مثلا منسميه تجاعد أوراك اللوزيات أو تفرينة على اللوز وهيك هون الأمراض بتعيش بالورق اللي على الأرض والورق اللي كان من قبل سوأنا كتير مهم نظف شتلاتي نظف الأرض ونظف الأرض إخدهم أحرقهم تعيقتهم لسبورس طبع من سنة لسنة سوهيدي كمان شغلة كتير مهمة لخفف الأمراض شغلة تانية مثلا أنا قدر أعملها لما أنا كون عم بقص أوقات عم بشحل شتل أو شجرة بقص على هيد الشجرة وبعدين بروح على شجرة تانية وبرجع بقص بذات السيكاتور إذا أنا معاقمت السيكاتور من شجرة إلى شجرة وهيدي كانت مريضة وهيدي مش مريضة بقدر إنقلها الورد نعم كل هالإشياء نحنا مسميهم الجاب أو المعاملات الزراعية الصحيحة هولي لازم المزارع يصير يفهمهم يعرف أنه هو فكتور كتير مهم بنقل الأمراض نعم وبيرجع وهيدي كتير أنا بنوم المزارعين عليها ما بنعمل قبل ما نزرع فحوصات للتربة أو أفهم الأرض الطبعية لأن إذا عملت هالإشياء وبعرف قبل شو كان في أمراض فيها جيب أوقات مؤاومة للمرض طبع التربة لعطي أمثال في كتير ناس بيجيبوا بندورة وبعدين مثلا البندورة بصير عليهم TYLVC اللي هو فيروس بصيره عوقات يكبوها في مثلا ناس صار عندهم لأن الفيروس ما فيك ترشيله ما بينرش بس فيك تجيب شتلة مؤاومة لهذا المرض ذات الشي مثلا اللي عندهم أوقات تبقع وعندهم أشياء كتير كبيرة بالأشجار المسمرة طب لي بدك تجي تزرع شجرة مثلا تفاحة هي كتير معروفة هنا أنه ما بتمشي بهالمنطقة بسيبها كتير شمية مرة لتمشيها بالوقت اللي كان فيك تزرع أشجار تانيين كما ما يكون عندك هذا الشغل زاد شي بالكستانا أنا وياك عملنا حلقة إذا بتتذكر عن كستانا وقلنا أن الكستانا لما ما بينزرع بمطرح في خطيطة إذا أنا رحت وزرعت كستانا بمطرح في كتير خطيطة أنه خطيطة ورطوبة وحرارة يعني أمراض فطرية أنا بده لرش كل هالأشياء إذا أنا انتبحت لها وعرفت نقش وإزرع بالمطرح وبالأرض عنده كمانا ما برش بساعة حالي صح ولين احنا كتير هلأ عم نعمل هالهجمة على الرش لأنه أولا أكيدهم أنهم منيحل البيئة ثانيا أنهم منيحل الصحة طبعا وثالثا حاليا ما عندك فكرة إداء إدوية الرش يعني بتكلف أنا لما حدا بيبعتلي صورة وبيقلي شو بده الرش عم بستحق لهم يعني ما فيك تخيل بيكون واحد عنده مثلا شتلة واحدة بيقل له مثلا بدك ترش دواء الدواء بدك تجيب أقل لشي حق عشر دولار سو تترش شتلة بيكون هي حقها بركي خمسة تلف ليرا وهيدا كمان ما بساعد بالموضوع كله أكيد مضبوط يس فبدي كتير شدد استيفاني كمان أرجع على أول صورة بلاشت فيها اللي هي خلان نرجع نفسر هالشغلة كتير مهمة نرجع نحكي عنا الكروب روتايشن اللي هي هون اللي أنا بقول أنه هيدا من أهم شغلة نتعلمها كمزرعين بلبنان ورح نعمل حلقة نوياك كتير قريبة عن الجعفير اللي هي نوع من بارزيت بيجي على كتير النباتات بس تأشرح شو اللي عم بيصير هون إذا أنا أصمت الأرض طبعي لأربعة فترد حطات الخس والملفوف والبروكولي بأول سكوير لفوق المربع الأول حطات تاني مال على اليمين بنادورة بطاطا وبتنجان وكل هول كتير مهم نعرف أنه البنادورة والبتنجان والحر هول من زيت العيلة والبتاطا حتى ما بقدر إزرعون وراء بعض يعني كتير مهم إذا أنا كانت زالة بنادورة بالمربع التاني السنة جاء إذا بدأ إزرع بطاطا أو حر إزرعون بالتالت يعني نفهم العيل وتأور وشغلة كتير مهمة اللي تحت تحت هي البازيلة أو الفول أو اللوبيا هؤلاء ثلاث نابتات لازم دايما نستعملون ونزرعون لأن هول بيقدروا ياخدون نيتروجن من الجو وبحطوه بالأرض سو بساعدوا كتير كمان النبتة لما تجي من بعدها تكون عندها مناعة قوية ونفس الوقت يكون عندها لأنه عندها معادن بالتربة أكتر سو بتزبط بينما إذا أنا ضلتني إزرع زيت العيلة زيت المطرح كل سنة أمراض التربة وأمراض الحشرات وكل هيدا بيتعودوا عليها وهيدا الشغل اللي بدنا قد نفينا نتجنبه شكرا مارك على المعلومات لدينا جيدا وشاهدينا وقفة وأنا بجعب أشوفهم على 11 معاشف جاد بواتس كوكي